مرحبا وتحياتي لجميع أمامي أو في يدي واقعا كتاب جميل جدا وقيم للدكتور صالح الأشتر وهو بعنوان أخبار البحضرية ويوجز لنا الدكتور الأشتر في الكتاب طبعا الخطوط الكبرى في حياة البحضرية وشعره وطباعه وشخصيته المتقلبة إضافة لجملة أمور أخرى تتعلق بهذا العلم الكبير كما هو معروف من أعلام الشعر العربي في العصر العباسي فمثلا يرد الدكتور الأشتر بعض الفقرات التي تدلل على قيمة البحضر كشعر منها مثلا أن أبو العلاء المعري سئل مرة أنه عن أي من هؤلاء الشعراء هو الأفضل المتنبي أبو تمام والبحتوري فأجاب بما معناه أن المتنبي وأبو تمام حكيما أما الشعر الحق فهو البحتوري أيضا يخبرنا أن أستاذ البحتوري أبو تمام يعني تنبأ له مثلا بإمارة الشعر من بعده طبعا هناك عرض مهم ومفصل لحياة البحتوري الذي هو من موليد منبج القريبة من حلب في سوريا ولد في عصر الخليفة المأمون وامتد به العمر يعني حتى عصر أكثر من خليفة من خلفاء بني العباس ومات وعمره يعني في حوالي الثمانينات أو في أو تقريبا في في يعني كان عمره حوالي الثمانين سنة وأيضا يعني دفن في منبج طيب أريد أن أتحدث يعني عن يعني عن خصلة خصلة لافتة يركز عليها الدكتور الأشتر خصلة مشهورة يعني غلبت على شخصية البحتوري وهي حبه للمال وبخله الموصوف فلقد عاش شاعرنا يعني كما قلت ثمانين عاما قضاها في جمع المال بلا كلل أو ملل يعني حتى أصبح واحدا من أغنى أغنية عصره قضى البحتوري هذا العمر وهو يتنقل من بلد لآخر من مكان لآخر يعني جالة وصالة في كل أرجاء الدولة العباسية آنذاك من أجل ماذا؟ من أجل أن يقابل الخلفاء والأمراء والولاد مثلا وأصحاب المال والجاه عسى أن يخرج من عندهم مثلا بمبلغ مالي أو بهدية قيمة فمثلا يخبرنا الكتاب أن البحتوري كان يسهر كل الليل من أجل أن يؤلف القصائد من أجل أن يبيعها في النهار طبعا لقاء المال ولقاء الهدايا والعطايا يعني مثلا تخيلوا أن البحتوري الذي نشأ فقيرا نشأ فقيرا بدأ بالاسترزاق من الشعر منذ عهد الصبا منذ أن كان فتى يافعا فمثلا عرف عنه أنه كان يذهب إلى السوق ليمدح باعة البصل وباعة الباذنجان تخيلوا طبعا ليعطوه شيئا منها فمنذ أن كان فتى يعني بدأ بالاسترزاق من الشعر ومن ثم طبعا في مرحلة عمرية لاحقة انتقل إلى عاصمة الدولة وإلى المدن والحواضر وكان يحدوه أمل وحلم كبير بالمال والثروة وفعلا يعني تم له الأمر حتى غدا أحد أثرياء عصره وكما يقال يعني كدس المال فوق المال اشترى أراضي اشترى بستين ضياع لا أول لها ولا آخر يعني حتى أنه كان يتقصد مثلا يعني مدح الولات ومدح عمال الأمصار لإعفاء أراضيه من الضريبة كان لديه أراضي شاسعة واسعة طيب من الأمور أيضا اللافتة في شخصية البحتري أنه كان يعني بالتعبير الحديث لنقل نفع براجماتي ولبل براجماتي متطرف يعني إن صح التعبير لا حقيقة ثابتة لديه لا موقف مبدئي أبدا لا انتماء إلى أي اتجاه سواء كان سياسي أو فكري أو ديني أو مذهبي حتى ما يحكم كل مواقف البحتوري هي المصلحة وهي المنفعة لذلك مثلا رأيناه مدح الخلفاء جميعا مدح الولاد جميعا يعني كان مصداقا للقول المأثور الناس على دين ملوكهم وكان البحتوري على دين المال أينما وجد المال اتبعه كان يجاري الجميع يعني ويصدح بمثلا يعني يصدح بموقف ما في النهار ليعود في الليل ليصدح بموقف آخر وحتى بموقف أحيانا مناقض فنره مدح مثلا المعتزلة مدح السنة مدح الشيعة مدح العلوي والعباسي والتركي وحتى أنه كان أحيانا يعني يمدح تخيلوا بنفس القصيدة بنفس القصيدة الواحدة يمدح مثلا يعني شخصين أو بمعنى أنه مثلا كان يؤلف قصيدة لمدح شخص ما ومن ثم إذا ربما في نفس اليوم لنقل يعني والقصيدة معه فيلتقي بشخص مهم آخر فمباشرة يخرج القصيدة ويمدح بها هذا الشخص الآخر يعني فقط كان لنقل يعني يغير الاسم لا أكثر ولا أقل وكان لا يستحي لا يستحي بأن يستجدي المال أو الأشياء الثمينة الموجودة في قصر هذا الخليفة أو ذلك الوالي على الرغم من ثروته الكبيرة أما عن بخل البحتوري فحدث ولا حرج فالبحتوري ورغم ثروته الطائلة كان بخيل على نفسه على منهم حوله يعني مثلا كما قرأت في الكتاب أنا معود أجل الصفحة المهم كان مثلا لا يلبس إلا الملابس الرخيصة لا يبتع إلا الملابس الرخيصة وحتى أنه كان يتحصل عليها بالمجان كان لا يأكل إلا ما يسد حاجة الجسم إلى الطعام كي يبقى على قيد الحياة فقط كان لا يصرف كما نقول يعني فلس واحد إلا على ما هو ليس ضروري بل أكثر من ضروري يعني مثلا كان لديه أخ وخادم كان معه في البيت أخ وخادم كانوا يعيشون معه في البيت فكان لا يعطيهم أي مال لشراء الطعام الطعام مثلا ويعني من نافل القول أن البيت أصلا يعني لا شيء فيه للأكل لا شيء فيه يؤكل لا مونة لا طعام لا حواضر مثلا إلى آخر فكان لا يعطيهم أي مال لشراء الطعام إلا في حالة واحدة فقط عندما يشارفان على الموت جوعا هنا كان يرمي لهما يعني ببعض المال القليل جدا والذي ربما يعني لا يكفي لقوط كما يقال طفل صغير مثلا كان معلوف عن البحتري أنه كان لا يستقبل أحد في بيتي أبدا لا مسألة الضيوف غير واردة يعني معه أبدا لا يكرم ضيف لا يعزم على أكل على غداء على عشاء على شراب أبدا كان يعني عجل في البخل موصوف يعني مثلا يرد الدكتور الأشتر يرد أمثلة كثيرة وحقيقة يعني لا تخلو من متعة وافكها طبعا حول بخل البحتري يعني مثلا يعني واقعا لم أعود أجد الصفحة لكن هنا فقرة يعني لا بأس ممكن أن يعني نختم بها وهي تمثل يعني خلاصة رائعة يردها الكاتب ومفادها أن حب البحتري للمال كان خيرا وبركا على الشعر العربي حرفيا إن حب البحتري للمال كان خيرا وبركا على الشعر العربي فسعي البحتري وراء المال والجاه والثروة أسعد الأدب العربي وأغناه بقصائد وأشعار وأثار فنية وإبداعية تزهو بها مكتبة الشعر العربي وأيضا يشير الدكتور الأشتر إلى ما في شعر البحتري طبعا من قيمة تأريخية غنية جدا خاصة حول القرن الثالث الهجري وحول تلك الفترة طبعا أزاهية للحضارة العربية الإسلامية وشكرا على اللقاء ترجمة نانسي قنقر